ما فيش طرف ليبي لما يقولش أنا عندي اتقاء إلا في الجزائر لأننا نحن معروف التدخل تعنا نزيه ما عندوش خلفيات لا توسعية ولا اقتصادية ولا تجارية ولا ما عدا نرجع الجميل الشعب الليبي خلال مساعدات لساعد الثورة أيام أيام الثورة تاني نحمي حدودنا من زلاقات خطيرة ونرجع يعني إن شاء الله نبني المغرب العربي مع بعض إن شاء الله إذن الفرقاء الليبيين كل قبلين تدخلتها تعالى الجزائر والبعض فيهم قال ما نتكرش أساميهم باش ما نحرجهمش من الطرفين واحد قال أنا من غير الجزائر ما عندي تقاحت في واحد والآخر قال نفس الشي احنا اليوم باش توقفي حرب بالوكالة صعبة باش توقفي حرب اللي فيها خلفيات صعبة لأن المشكلة ما راش بين الليبيين المشكلة في تواجد الأجنبي اللي في ليبيا ممكن الشقيق الليبي يقولك أنا قابل ولكن في نصفه يقولك أنا قابل داك اللي راه دخيل على ليبيا يطلق صاروخ ليخلي اللي تزيد الأمور تتعزم هذا هو المشكلة المؤهل الثاني هو أن كل المتدخلين حاليا في ليبيا أصدق ولا أشيق احنا علاقة طيبة مع مصر علاقة طيبة مع الإمارات علاقة طيبة مع روسيا علاقة طيبة مع تركيا علاقة إذا نحن قادرين نجمع الفرقاء وقادرين نكونوا حاكم نزيه الخطة الثالثة هو احنا بغين ننطلقهم من تجربتنا عشنا مرارة التفريقاء ومرارة المآسي والدم في فترة معينة ما فيش حل آخر من غير التحاور بين الفرقاء والتسامح والوئام وبالأخص أن اليوم عنا فرصة ثمينة وهي أن كل قبائل قوية ليبيا قابلة لأن الجزائر تدخل ومستعدين يجيوا الجزائر وربما ننسخ شي اللي ندار بنسبة المالي وننسخه بنسبة الشقيقة ليبيا وندخل في انسانتي وندخل في مؤسسات مؤقتة اللي تؤدي إلى اتخابات شرعية حقيقية من بعد وتؤدي إلى تنصيب حكومتها اللي يعينها البرلمان اللي تعين يكون فيه شبه دستور ولا نعاود المسافة طويلة بالصحة بدايتها هو إيقاف التقتل تعاليبيين ما قلوش قيتل بين ليبيا ويتقتل اللي بينهم ما لم يتقتلوا وأسلحة جاي من بره وأسلحة متطورة جدا ماهيش حتى الأسلحة اللي خلاها النظام سرق فيه اليوم سراع إيديولوجي فيه سراع توسعي فيه سراع تعمى صالح فيه سراع فيه سراع والليبيين خاطئهم قهجي اللي بغين بغين يعيشوا في بلادهم حرار ورب يعطهم خيرات يتنعموا بيها وخلاص اليوم راح سيبو قادم في ليبيا بمشار عند حفتر ويوم راح مشار عند سيسراج ممكن ما نفقدش الأمال باش يتلاقوا أننا نبعا نجيبوا القبائل كلها إن شاء الله ولكن هذا يبغي توكيل من طرف النافيدين في العالم